إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع قصة الساحر والراهب وإذا مرضت لم يقل وإذا أمرضني طبعا ليه لأن أدب نسب المرض لنفسه كما قال الخضر فأردت أن أعيبها مع أنه قال في كل ذلك وما فعلته عن أمري فهذا أدب وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين لا يلتبس على أحد إلا على طائفة ممن أزال الله عز وجل عنهم اسم العقل أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت الخاصة أن إبراهيم عليه السلام دم أراد أن يعرف ربه تبارك وتعالى لقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام كان دقيقا في تخليص المعاني المشتركة ما بين الرب تبارك وتعالى وما بين العب إلا الغلام لما قال له جليس الملك إن هاهنا ما هاهنا لك أجمع لهذاية إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفك فآمن جليس الملك بذلك فدع الله تبارك وتعالى فشفاه هنا نقول أن الإيمان أحيانا يلجأ إليه المرء اضطرارا وهذا ليس بعيب ولا ينبغي أن يعير المرء به كان غنيا ولكنه كان غافلا فافتقر فأبصر فآمن بعض الناس بيعيروا بالمسألة دي زي ما أنا سمعت هذا الكلام عن بعض كان بعض الناس بيتكلم زمان ويكتب في الجرائد والكلام ده عن شبابي الصحوة كما كان يسمى آنذاك كم ده في حدود سنة 85 86 والكلام ده فكان يقول أن هؤلاء لم يلتزموا محبة في الدين طب المال إيه قال لك عالم فقراء مش لا يأكل فالتزم أصابته مصيبة فالتزم فيوم يعير هذا الإنسان بأنه التزم بسبب مصيبة أو التزم بسبب أنه جائع قال له سبحان الله أي أشكال في هذا قال رجل جاع وعلم أنه لا يطعمه إلا ربه تبارك وتعالى فرجع إلى الله أي عيب في هذا رجل أصيب بمصيبة فرجع إلى الله تبارك وتعالى بسبب هذه المصيبة والمسألة كلها لا أسباب أفيعير المرء مثل هذا إذا والله ده شيء عجيب إحلى بنقوله إن الإنسان إذا وقع في ورطة أو وقع في بلاء فلن يجد إلا ربه تبارك وتعالى كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأمن الناس جميعا غير أربعة رجال وامرأتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة مقيس بن صبابة عبد الله بن خطل عبد الله بن السرح وعكرمة ابن أبي جهر وذكر امرأتين الناس أدركوا مقيس بن صبابة في السوق قتلوه أدركوا عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة قتلوه أما عبد الله بن أبي صرح فده اختبأ عند أخيه من الرضاع عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأما عكرمة ابن أبي جاهل فركب البحر هاربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بقى ركبين في البحر هبت ريح عاصف خلص السفينة بقت عاملة زي الريش على الأمواج وستغرق ولما أيقن الناس بالهلاك الرجل صاحب السفينة قال لهم بقى العملية جد يا أيها الناس أخلصوا في الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا خلاص اللعب اللي انتو بتلعبوه على البر وانك انت تعبود لعجوة وتقولها وتعبود لصنم ومش عارفوا الكلام ده العاكة واللعب ده انسوا بقى هنا العملية جد مش لعب أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا عكرمة قال لإن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره لله علي إن أنجان الله تبارك وتعالى لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجد أنه عفوا كريما وفعلا أنجاه الله عز وجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الإسلام أو إذا وقع في ورطة حتى لو كان كافرا لو وقع في ورطة فإنه يعلم أنه لن ينجيه إلا الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وكما قال الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وكما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وكما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور فإن الإنسان إذا وقع في ورطة لا يجد إلا الله تبارك وتعالى وفي سنن الترمذي بإسناد يعني تكلم فيه بعض أهل العلمي أظن الترمذي ممن تكلم فيه وهو أن المسور ابن مخرمة أن عمران بن حسين نعم أن عمران بن حسين أخذ أباه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليوم إلها قال أعبد سبعة أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من الذي تعده لرغبك ورهبك قال الذي في السماء قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات قالهن بعدما أسلم يعني إذن المسألة الضرورة دي مسألة إلجاء العبد إلجاء العبد بسبب المصائب إلى الله تبارك وتعالى هذه سنة كونية مطروقة ألا وهي البلاء كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذا خلاص ليس بمجرد أن يقول المرء إنني آمنت أسلم له ذلك أو يسلم له ذلك لكن يبتلى هذا المرء لنعلم حقيقة دعواه والله عز وجل أعلم بحقيقة دعواه قبل أن ينزل به البلاء أهو صادق في دعوة الإيمان أم هو كاذب إذن مسألة أن يرجع المرء إلى الله عز وجل بسبب مصيبة أو كلمة هذا ليس بعيب مطلقا ولا ينبغي أن يعير المرء به المهم أن الرجل آمن بالله تبارك وتعالى لأن العمى إخوانا من أعظم المصائب التي يصاب بها العبد العمى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس عند البخاري وغيره يقول قال الله تبارك وتعالى إذا أخذت كريمتي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه وفي لفظ آخر بكريمتيه فصبر عوضته عنهما الجنة وفي بعض الألفاظ الأخرى فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة وفي لفظ عنه ابن حبان قال فصبر واحتسب وفي لفظ آخر من حديث عباس قال فصبر واحتسب وحمد الله سماها كريمة وسماها حبيبة لأنها تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد إنما إذا فقد المرء عينيه احتاج إلى كل الناس حتى طبعا تزداد مصيبته إذا كان رجلا عاملا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أنه لا يجد أحدا يقرأ له وقل من يصبر فيقرأ له فيبقى رجل صاحب موهبة والحقيقة يعني وجد أن أكثر الذين فقدوا أبصارهم من أهل المواهب الكبيرة ومن أهل الذكاء والبصيرة النافذة ليه؟ لأن أكثر عزم القلب يشتت بهذه العين قلب له عزم المنافذ الخمسة الأحاسيس الخمسة دي كل واحدة لها نافذة على القلب عندك البصر والسمع والذوق واللمس والشم كل واحدة من هذه الحواس الخمس لها نافذة مباشرة مباشرة على القلب مباشرة على القلب الإنسان إذا رأى شيئا يوم داخل على طول على القلب راح مثلا عند واحد من أصحاب الأطيان والأعيان والكلام ده في الدنيا شاف أي حاجة شاف الشقة بتاعته شاف الديكورات شاف السيارة شاف البتاع خلاص أيتهابل عايز زيه طيب أنا عايزي بقى أقلية نفسي الكلام ده أعمل إيه؟ قال لك ده الكلام ده عايز فلوس طيب الفلوس أجيبها منين؟ قال لك سافر اطلع سافر بر ممكن يطلع يسافر بر سنوات طويلة ايه اللي خرجوا من بلده؟ عينه لأنه رأى وأبصر فتكونت عنده إرادة فانفعل لها فعملت الجوارح بهذا الانفعال السمع ده برضو نافذة إلى القلب الذوق له نافذة إلى القلب يأكل أكلة معينة استطعمها طب الأكلة دي بقى أديه بكذا طب عايزين نشتغلين أسبوع ولا عشر تيام عشان نجيب الأكلة دي فأكثر حاسة تشتت عزم القلب في المسألة دي كلها العين فإذا غلقت هذه العين استقر تقريبا ستين بالمئة من عزم القلب فيكون هذا الرجل العالم اللي هو الذي ابتله الله عز وجل وفقد حبيبتيه يتمنى أن يقرأ كل الكتب ولو قرأت لو الكتب تحفر على صفحة قلبه حفرا ومع ذلك فهو لا يجد من يقرأ له كده النبي صلى الله عليه وسلم سمى كريمة وسمى حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها فعند الذي فقد بصره يستود در الثمين مع الخرز المهين الغلام كما قل فصل بين ما له وبين ما لربه تبارك وتعالى لأنه لأول مرة يعرف ربه عز وجل لواحد في هذه المملكة من هذا الرجل جليس الملك وصاحبه ونديم يعني بينهما صداقة قديمة وبينهما ود ولا زال جليسا له يعني كما قل صداقة ومودة أكيدة لما دخل جليس الملك بعدما أبصر على هذا الملك لا يقوده قائد ولا يتكئ على عصى قال له الملك من رد عليك بصرك قال له ربي قال أولك رب غيري قال الله ربي وربك فلا زال يعذبه لا زال يعذبه فين بقى الصداقة وفين بقى الأخوة وفين المنادمة المجالدة على الدنيا تفقد الأخ أخاه إنها جيفة يتقاتل عليها كلابها كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد بان لذي العقل أنتانها قديما العرب لها مثل يقول لك إيه في من قدم وفاءا فنال شرا يقول لك جزاه جزاء سينمار سينمار دا كان مهندسا يضرب به المثل في دقة العمل بنى لبعض الملوك قصرا وكان قصرا مبهرا ففي جلسة مقمرة جلس سينمار مع الملك ويب يتجاذب أطراف الحديث فأراد سينمار أن يبين ما عنده من العلم والدق فبقول للملك هذا القصر الذي تراه مع فخامته هناك لبنة طوبة يعني لو نزعها إنسان إن هدم القصر كله فقال له الملك أي سينمار أعلم هذا أحد غيرك قال له لا فقتله قلص أتل عشان إيه السر يموت في بطنه ونخلص بقى من إيه من الصداع اللي هيجيلنا يا طره هو نعم الأسر يتربع على دماغه ولا لا سينمار هينزع اللبنة ولا هيعرف حد إنه ينزعها الاقتراب مشكلة كبيرة وما خبر المأمون والأمين عنك ببعيد وكان بينهما من المودة الأكيدة وكان أخوين فقتل المأمون الأمين من أجل الملك اللي أنت تعطيه قلبك وتأمن أنه لا يزعجك ولا يؤذيك هم أهل الديانة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي بمجرد ما سأله ألك رب غيري من رد عليك قال له رب قال له يا ابنة ما عمالش حاجة يا هنا رجعت هلك شو بصرك ولا حاجة يعتقد أنه رب واعتقد أنه إله وذلك يقول ألك رب غيري قال الله ربي وربك في بعض الرؤية قال ورب العالمين فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام من بقى صاحب الفكر دي من الذي بذر هذا البذر في هذه المملكة عشان يدث المسألة من جذورها فلما عذبه دل على الغلام جاء بالغلام لم يصارح الغلام مباشرة ليه لأنه سيحتاج إليه ولذلك لم يشقه نصفين مثلما شق الراهب وشق جليس الملك ليه ولد صغير وظهرت منه براعة ولسه محتاج خدماته لسه يعني محتاج خدماته ولذلك مش عايز يضحي به على طول فأول ما دخل لم يعذبه إنما استدرجه في الكلام قال أيبني قد بلغ من سحرك ما أرى تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء قال له إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى قال أولك رب غيري قال الله ربي وربك فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب جيء بالراهب لا مناقشة ولا نقض ولا إبرام ولا أي تفاهم هي كلمة واحد ارجع عن دينك ما فيش أكتر من كده ليه لأنه هو ده الأصل في المسألة مسألة تكفيف المنابع بقى أصل في المسألة ارجع عن دينك لا لن أرجع عن دينك على طول نشره شق نصفين يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى سقط شقاه وقع شقاه لأنه مش محتاج الراهب الراهب ده رجل موجود في صومعة وموجود في المملكة دي من سنوات طويلة لا أحد يشعر به إنما يعبد الله لنفسه فقط الذي نقل الدعوة من الصومع فنثرها في المملكة كلها هو هذا الغلام وطبعاً أن الأمة دي ستسود وستمكن فالذي نقل الدعوة كما قلت من الصومعة وكانت تخص رجلاً واحداً فنثرها في المملكة في الخارج أو هذا الغلام فهو مش محتاج الراهب في حاجة العكس وجود الراهب مشكلة بالنسبة له على طول كلمة ونص ارجع لأ شقه نصفين جي أبي جليس الملك كلمة ونص برضو لأنه ما يوزنش حاجة ملوش قيمة ارجع عن دينك لأ شقه فساقط شقه بقيت دور على الغلام لم يعامله الملك مثل ما عامل صاحبين ملوش ارجع عن دينك قال له لأ مشأل الصين لا لأنه يحتاج إليه وطبعاً ده لنا معه وقف لكن قبل أن أنهي كلامي هذه الليلة أقول هل خان الغلام وصية شيخه هو الرهب قال له قال إن ابتليت فلا تدل علي طب هو دل عليه ولا لا نعم دل عليه هل خان الجواب لا ليه لأن العزائم تنفسخ أمام البلاء ولا يستطيع إنسان أن يقول أنا سأصبر إذا وقع البلاء أم لا إنما الصبر على البلاء إنما هو تفضل من رب العالمين تبارك وتعالى والكلام والكلام طبعاً لنا معه يعني وقفة أخرى سنستكملها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الحلقات بإذن الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وأبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة lime ناحادي كبلينا